السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الطاعات رغم تأخرها أهلا وسهلا بكم أصدقائي وأحبائي وحياكم الله في الدرس الأول من المرحلة الثانية ضمن سلسلة تعلم التعليق الصوتي في أول دروس المرحلة الأولى تحدثنا أن تعلم التعليق الصوتي يمر بمراحل ثلاثة وعلينا أن نتقنها بالترتيب الآن في هذه المرحلة الثانية نفترض أننا قد تدربنا وأتقننا الأداء بالشكل الذي نكون فيه راضينا عن أنفسنا دون استخدام المايكروفونات والأجهزة وما إلى ذلك وقد حان الوقت لنبدأ مرحلة جديدة من الإتقان وهي مرحلة الإتقان التقني والإنتاجي هذه المرحلة سنشرحها من خلال درسين فقط في الدرس الأول هذا الدرس سنتحدث عن الأدوات والبرامج اللازمة وكيفية تجهيز استوديو بسيط بأقل الأسعار وفي الدرس الثاني سنتعلم كيفية إنتاج مقطع صوتي كامل كثير من الناس والأصدقاء يسألوني عادة عن نوع المايكروفون المستخدم عندي أو عند بعض الاستوديوهات الأخرى وعن أسعار هذه المايكروفونات وهل مايكروفون يعتبر كافيا للتسجيل بجودة عالية واحترافية عالية؟ جواب أصدقائي بكل بساطة ما يلزمك ليس فقط مايكروفون وإنما أجهزة عديدة جدا حتى تصل إلى درجة عالية من الاحترافية لكن وهذه اللكن تعني أن بعض الأجهزة يمكن أن نستغني عنها مثلا، الاستوديو الاحترافي يحتاج إلى كرت صوت، مايكروفون، إيكولايزر، كومبريسور، بريامب، غرفة تسجيل وغرفة تحكم والعديد من الأشياء والأجهزة والأدوات لكن الكمبريسور والإيكولايزر وبعض هذه الأجهزة على سبيل المثال يمكن الاستعادة عنها بفلاتر أقصد أن نستعيد عن هذه الأجهزة ببرامج وننفذ ما تقوم به لا أقول أن البرامج تغني عن الأجهزة خاصة في الاستوديوهات الكبيرة والضخمة والاحترافية لكن تغني بالنسبة لنا كتعليق صوتي فمن الممكن أن نحصل على إيكولايزر مقابل خمسين دولار لكن الإيكولايزر كجهاز قد نحصل عليه أقل شيء بمائتي دولار الآن بما أن هناك بعض الأجهزة قد نستغني عنها إذن هناك ما يمكن أن نقول عنه الحد الأدنى من المطلوب لبدء العمل في مجال التعليق الصوتي طبعا المطلوب هو مكونات مادية يعني الأجهزة وكذلك مكونات برمجية البرامج والفلاتر بالنسبة للمكونات المادية فأقل شيء يلزم للحصول على جودة عالية للعمل هو حاسوب بمواصفات جيدة مايكروفون كرت صوت وبوب فلتر وحامل للمايكروفون وسماعة جيدة أولا الحاسوب بالنسبة للتسجيل الصوتي فلا نحتاج لحاسوب ذو قدرات خارقة فالصوت والتعليق الصوتي لا يحتاج قوة إلا إذا كان العمل ضخم وبه عدد من التراكات أو المقاطع الصوتية التي سيتم دمجها مع بعضها البعض وغير ذلك إذا كان عندك أعمال كثيرة وتحتاج لإنجازها بوقت أقل فعندها يمكنك زيادة مواصفات حاسوبك كما تريد ثانيا مايكروفون المايكروفونات عدة أنواع أنواع وليس ماركات فهناك المايكروفونات المخصصة للغناء على المسرح مثلا وتسمى الدايناميك وهذه المايكروفونات عادة تلتقط الصوت من جهة واحدة فقط لا يوجد عندي الآن طبعا لأعرضه وهناك أيضا مايكروفونات مخصصة لقاعات الاجتماعات ومايكروفونات مخصصة للتصوير سواء التي تعلق على الملابس مثل هذا مثلا من شركة سوني وكذلك هذا المايكروفون من شركة كوميكا طبعا هو مايكروفون مزدوج من شركة كوميكا به اثنين مايكروفون تم تعليقها على الملابس أيضا هناك مثل هذا المايكروفون طبعا هذه قطعة الحامل هناك هذا المايكروفون الذي يسمى الشوتغان مايكروفون أو الكوندينسر الذي يمكنه التقاط الأصوات عن بعد هذه الإسفنجة نتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى طبعا لن أخذ بهذه المايكروفونات كثيرا لأنها تتحدث عن التصوير ونحن نتحدث عن مايكروفونات الستوديو الآن مايكروفونات الستوديو وهي المهمة بالنسبة لنا الستوديو مايكروفونز وهي أيضا ماركات عديدة جدا وأسعارها تبدأ من 30 دولار للأنواع التي لا تصلح للعمل وبعضه قد يصل سعره إلى أرقام خيالية جدا لا تهمنا ولا تعنينا مايكروفونات الستوديو عادة تكون حساسة أكثر من غيرها وكلما كان المايكروفون من شركة تصنع مايكروفونات بجودة أعلى كلما كان المايكروفون يلتقط أدق التفاصيل بشكل أكبر بعض المايكروفونات المخصصة للاستوديو تلتقط الصوت من الأمام بعضها يلتقط من الأمام والخلف وبعضها من كل الجوانب هذا يلتقط من الأمام والخلف على سبيل المثال حتى تحصل على المايكروفون المناسب لك يجب أن تبحث في الشركات المتخصصة في تصنيع هذه المايكروفونات المخصصة للاستوديوهات وتشاهد الريفيو الخاص بالمايكروفون حتى تحدد ماذا تريد المايكروفون الذي عندي هذا هو من نوع سامسون سي زيرو وان سعره بحدود 150 دولار لم أدفع ثمنه لأنه هدية من صديقي وأخي محمد حبش هناك أنواع كثيرة جيدة وممتازة وبأسعار معقولة منها على سبيل المثال مايكروفون من شركة سينهايزر MK4 سعره بين 300 و 400 دولار ربما أفكر فيه في الفترة القادمة أيضا مايكروفون من شركة شور هو شور SM57 كالذي يكون موجود في الإذاعات ويظهر على الشاشة الآن سعره بالضبط لا أعرف كم لكن أتوقع أني رأيت بحدود 500 إلى 700 دولار أيضا فكرت به وأحتار بينه وبين مايكروفون السينهايزر MK4 هناك طبعا شركات أخرى وقوية في هذا المجال مثل الرود بي في سوني يماها وغيرها ولك أن تقضي 7 أو 8 ساعات للبحث في الأمر والمقارنة فهو يستحق بشكل كبير مهم جدا أن نعرف أيضا أنه حتى مايكروفونات للستوديو يوجد منها أنواع هناك ما هو مخصص للصوت البشري ومنها ما هو مخصص للآلات الموسيقية وحتى لأنواع معينة من الآلات الموسيقية فمنها ما هو مخصص للآلات النفخية ومنها ما هو مخصص للآلات الوترية كالعود والجيتار على سبيل المثال ومنها ما هو مخصص للآلات النقرية مثل الطبول وغيرها ثالثا كرت الصوت صحيح أن المايكروفون ربما يفي بالغرض بالنسبة للبعض لكن لا أقول كرت الصوت هو ما يعطيك جودة أعلى ولكن التكامل بين كرت الصوت والمايكروفون هو ما يعطيك الجودة كرت الصوت يمنع ظهور صوت زنة بسبب الكهرباء على سبيل المثال أو التوصيلات وغيرها وأيضا يقلل من النويز الموجود في الجو سنتحدث عنه لاحقا بشكل عام يزيد الجودة وبه أنواع عديدة منها ما أستخدمه أنا هنا خلفي الآن أصوره لكم وهو من شركة فوكس رايت فوكس رايت صولو النسخة الأولى طبعا اشتريته قبل خمس سنوات سيتغير قريبا إن شاء الله تعالى للتطوير فقط لكن الحمد لله أحافظ على هذا الجهاز ولا زال كأني اشتريته بالأبس من الأنواع الجيدة والممتازة من كروت الصوت لمن يسأل الفئات الجديدة من نفس الشركة التي عندي فوكس رايت أيضا من شركة بريسونوس من شركة تاسكام من شركة بيرينجر من شركة يماها من شركة ايم اوديو وكثير من الشركات التي تهتم بتصنيع كروت الصوت منها ما يبدأ من مئة دولار ومنها ما يصل إلى ما شاء الله الجميل أيضا في كروت الصوت مثل هذا الذي أملكه أنه يمكن أن أشبك به مايكروفون وآلة موسيقية أو مايكروفون ومايكروفون آخر وعند التسجيل على الكمبيوتر يتم تسجيل كل مايكروفون في تسجيل منفصل بذات الوقت وهذا جميل للعمل في المسلسلات الإذاعية على سبيل المثال شخصيتان كل شخصية لها مايكروفون مخصص بها كرت صوت واحد نشبك عليه المايكروفونين يتم تسجيل الصوتين بشكل منفصل على الكمبيوتر مع أن الأداء يكون في ذات الوقت وهي ميزة رائعة جدا ومفيدة جدا رابعا البوب فلتر وهو عبارة عن أداة صغيرة تستخدم لتخفيف ضربات الصوت الناتجة من بعض الحروف مثل حرف الباء والفاء طبعا لا تسمعون هذه الضربات لأني أستخدم بوب فلتر لا أستخدم اثنين وهناك طبعا أنواع من البوب فلتر منها ما يسمى الويند سكرين مثل هذا وهو عبارة عن طبقتين من القماش شبه النفاذ ومثبتة على إطار وهناك أيضا النوع الآخر هذا وهو النوع الاسفنجي يمكنك أن تقوم بتصنيع ويند سكرين بوب فلتر كهذا بسعر بسيط جدا 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 من خلال جراب نسائي من الجرابات التي ترتديها النساء عندما تريد أن ترتدي الأحذية جلكم الله فهذه الجرابات أسعارها قليلة جدا جدا يعني ربما تشتري العشرة بنصف دولار يمكنك أن تستخدم هذا الجراب وتفتحه وتضع يدك بداخله وتبدأ التسجيل من خلاله أو بتثبيته على إطار تصنعه من سلك على سبيل المثال قمت بتجربتها في أحد الأيام عندما كنت على سفر ونسيت أن أخذ معي البوب فلتر وكانت النتيجة مذهلة وتستحق التجريب منكم حتى إذا كنتم تسجلون من خلال أجهزة الهاتف الذكي تحتاج أيضا لحامل المايكروفون أو ستاند مثل هذا أو النوع الآخر الذي يتم تثبيته على الطاولة لا تسجل وأنت تمسك المايكروفون بيدك ستسمع ضوضاء لاحقا في التسجيل تحتاج أيضا إلى سماعة لمعالجة الصوت بشكل صحيح يمكنك استخدام هيدفون أو سماعة خارجية ولكن مختصي الصوت ينصحون باستخدام السماعات الخارجية وليست العادية وإنما المخصصة للاستوديوهات تسمى المونيتورز ومنها طبعا عدة أنواع منها التي تستخدم عن قرب أو عن مسافة قريبة يعني أبعد قليلا أو أبعد وأبعد مثل هذه التي أستخدمها هي من شركة بريسونوس سعرها تقريبا 160 أو 170 دولار لأنها صغيرة هي أصغر حجم تقريبا 4.5 إنش هذه السماعة دائرتها 4.5 إنش هذا بالنسبة للحد الأدنى من الأجهزة والأدوات التي نحتاج لها بالنسبة للستوديو فهو المكلف طبعا صوف صخري وإسفنج وطبقات من الجبس وما إلى ذلك في البيت يمكنك أن تسجل في غرفة مؤثثة في غرفة النوم على سبيل المثال حتى لا يكون فيها صدى يؤثر على التسجيلات الخاصة بك الإسفنج الذي نقوم بشرائه ولسقه على الجدران في الاستوديوهات لا يعزل الصوت وإنما يعزل الصدى فقط من العوازل الممتازة التي يمكنك استخدامها لعزل الصوت والضوضاء كرتون البيض هو من أفضل العوازل الصوتية أيضا يمكنك استخدام ما يسمى بـ Isolated Box وهو عبارة عن صندوق يظهر في الصورة يمكنك تجهيزه بنفسك في المنزل بسعر قليل جدا أو شراءه جاهز بالبحث عنه من خلال الإنترنت لكن بالنسبة لي مشكلته هي أنه لا يمكنك أن تضع لابتوب فيه للتسجيل أو النصوص فالرؤية تكون فيه ضعيفة والخيار الآخر والأخير الذي سنتحدث عنه يمكنك أن تشتري غرفة تسجيل صغيرة جاهزة أو تقوم بتفصيلها عند نشجار تعرفه تكون عبارة عن طبقتين من الخشب أو الألمنيوم بينهما صوف صخري غرفة مثل هذه طولها متر وعرضها متر قد تكلف حوالي ألف دولار أتوقع حسب دولتك فالأسعار تختلف لكنها خيار جيد ومجرب وآخر ما نتحدث عنه في هذا الفيديو ماذا نحتاج من المكونات البرمجية؟ نحتاج أي برنامج صوت لأن البرامج تقريبا تعمل بنفس الطريقة والجودة هي من المكونات المادية وليس من البرامج أنا أعمل على Adobe Audition أعمل حاليا على النسخة المدفوعة منه نسخة 2020 وأحيانا أعمل على برنامج Brutools عندما أعمل على تسجيل أنشودة يمكنك أن تعمل على أي برنامج تريد مهما كان سأقوم بعد إنهاء هذه الدورة دورة التعليق بعمل فيديوهات أشرح فيها العمل على برنامج Adobe Audition من بداية تحميل وتثبيت البرنامج لغاية النصل لما تحتاجون له إن شاء الله الفلاتر التي تحتاجها أهمها الكمبريسر والإيكولايزر والريفيرب وسنتحدث عنهم في الفيديو القادم بإذن الله تعالى لا داعي لأن تشتريهم فهذه الفلاتر موجودة في برامج الصوت العادية ولكنها طبعا أقل جودة من الفلاتر المدفوعة في الفيديو القادم نتحدث عن إنتاج الصوت بداية من النص ولغاية إنتاج التسجيل الكامل فكونوا بالقرب اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم إشعار عند رفع الفيديو الجديد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لكم مني أجمل تحية أصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته